اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجذبه من يعمل سوء يجذبه ولا يجد له من دون الله عليا ولا نصيرا من يعمل سوء يجذبه ما يعمل سوء يجذبه من يعمل سوء يجذبه من دون الله عليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات ومن يعمل من الصالحات من زكري أو ألسى وهو مؤمن من زكري أو ألسى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة فعلا يظلمون مقيرا ومن أحسن دينا أحسن ممن أسلم عجاه لله وهو محسن وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستخدونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامان نساء الذات التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا وأن تقوموا لليتام باللقتص وأن تقوموا وأن تقوموا لليتام بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن الماءة خافت من بعدها نشوذا أو إعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أن يطلح بينهما صلحا وفلح حير وفلح حير حير وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ومن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ومن تستطيع أن تعدلوا بين النساء بين النساء ولو حرصتم حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة حرصتم وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما حرصتم وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما حرصتم ولله ما في السماعة وما في الأرض حرصتم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن استقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماعة وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا وكان الله وللله ولله ما في السماعة وما في الأرض وكفى بالله وكيلا وكفى بالله ركيلا إيا شاء يذهبتم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قدير من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بطير إن يسأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين أتانى الله على ذلك قديرا إيا شاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا إيا شاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين إيا شاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا اشتركوا في القناة من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا على خير من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا على خير من كان يريد ثواب الدنيا على خير فعند الله ثواب الدنيا ولا آخرة وكان الله سميعا بطيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط بالقسط شهداء لله كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يدخل بالله ومهائكته وكتبه ورسوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضد ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم آمنوا كفروا ثم a jagakum حاولوا بمعاتهم ورガードهم فب diyor ثم آمنوا كفروا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمرتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوبوا في حديث غير فلا تقعدوا معهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم وإن كان للكافرين نصيب قالوا قالوا ألم نفتحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً إن المنافقين يخادعون الله وهو خادرهم يخادعون الله وهو خادرهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالاً وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس يراؤون الناس ولا يلقون الله إلا قليلاً مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يخلل الله فلن تجد له سبيلاً ومن يخلل الله فلن تجد له سبيلاً يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً إن المنافقين في الدوك الأسفل من الناط في الدوك الأسفل من الناط ولم تجد لهم نصيراً إلا الذين ثابوا وأصلحوا واتصموا بالله واختصموا بالله وأخلصوا دينهم وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤس الله المؤمنين أجراً عظيم سبيلاً إلا الذين ثابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجراً عظيمة ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم فكان الله شاكرا عليما قلق الله العظيم